مرحبا بكم جميعا وأهلا بكم بحلقة جديدة على قناة المعرفة العربية لتعلم للسودية معكم خالد واليوم هو الدرس السادس منحصة تعلم لغة السودية هذا الصف اللي أنا قلت لكم عليه بينزل كل يوم تنين بتتعلموا في كلمات جديدة جمال جديدة بتسمعوا للسويدي وبتحكوا وكمان بالأخير بتقروا فالكلمات الجديدة اللي اليوم نحن نتعلمها هي العلاقة بالعامية ويعني اللغة العامية اللي جمال هي العلاقة بالمحادثة كيف نخلي المحادثة شغالة لحنا نتكلم للسويدية مع صديق لأنه عن طريق اللغة السويدية العامية وكمان بالأخير لحنا نقرأ فقرتين كتير بسيطين عن اللغة العامية للسويدية وأنه شو الدور هي إلى هون وشان نحسن القراءة والسماع عنها طبعا أخر شي لح جاوب على سؤال انتو تاركينه بالتعليقات أسفل الفيديوهات السابقة فاذا عنكن سؤال تركوه هلأ مباشرة وكمان لا تنسوا انكم إذا عملتوا الخيار انكن تنتسبوا لمحطة المعرفة العربية فمقابل مبلغ شهري بسيط لح تحصلوا على ملف PDF بيحتوي على كل المعلومات والترجمة والأمثلة اللي موجودة بقلب هذا الدرس كل أسبوع بتصلى عندكن وطبعا بالأخير بدي زكركم أنه مساهمتكم لح تساعدني إن أنا قدر أكمل هاي السلسلة فالأخير نبلش فورم بالكلمات الجديدة اللي هي باللغة العامية أول شي عنا الفعل تقر يعني يذهب بس كمان في منه الصفة تقر يعني متحمس مثلا يعني لحنا ذاهبين أو لحنا أخد حالنا رايحين للمطعم تل رستورانين بعد المدرسة أفتر سكولان بس لحنا هلأ في لحنا نشوف استعمال تقر يلي متحمس مثلا يعني أنا كتير متحمس هملا تقر هملا يعني مكة يعني كتير إنو لحيصير صيف أدس كبلي سمار ففي فرق بين تقر و تقر نتبوه علي هون الكلمة التانية هي يعني يدهش مثلا يعني هي استطاعت أن تدهش أستاذها أو أنيستها كل درس بعدين عنا يعني يصعب أو يعرقل أو حتى يشاكس مثلا يعني إذا ما حضرت حالك ومدو إنتي فور بردر داي فلحتعرقل الأمور على حالك سو كرونجلر دو تيل ديت فور داي هون شوي لحتكون صعبة إنو شعني كرونجلر دو تيل ديت فور داي شوي صعبة كرونجلر تيل يعني إنو شي عم يتعرقل عم يصير أسوأ كرونجلر تيل ديت فور داي يعني عم تساوي إنتي الأمور أصعب لإلك ودو هي مجرد الفاعل يعني إنو إنتي اللي عم تهرقل الأمور عليك بعدين عنا حفة يعني يلقي القبض مثلا يعني الشرطة هي ألقت القبض على سارئ السيارات أو لص السيارات بيل شووان بي هلكوپتر أو بيستخدام هلكوپتر ميد ان هلكوپتر بعدين عنا درا يعني يذهب أو يغادر و لحنا نعرف أنه درا هي تعني إنو مثل يسحب بس اللي هون جاي بي لغة العميكة يذهب أو يغادر مثلا في درار عم تي منوتر فور دي سكا هنا مي تاوغت يعني لحنا لحنا نغادر بعد عشر داي تي منوتر لحنا نلحي فرد في سكا هنا القطار ميد تاوغت هذا يعني أت إنتى بلا يعني أن لا يكون مهتمان بي مثلا يجب ألحي إنتى لحسا مير إداء يعني أنا ماني مهتم إني أرى المزيد اليوم و مثل ما عاد أدران إني أنا أرى المزيد اليوم يجب ألحي إنتى لحسا مير إداء هذا يعني ميزان يعني حقن مثل يعني بالحقيقة مثلا يعني أحمد يمكنه أو يستطيع حقا أنه يغني يلي هو بالدوية والكلمة اللي بعدها هي يعني جيد أو لا بأس فيه أو إذا استخدمتوها على شخص فيعني أنه هو شخص ظريف لطيف مثلا يعني هو حصل على نتائج ريزلطات جيدة أو لا بأس بها وأنه منيحة يعني الهاتف في المحمول الجديد من نية موبيل تليفون هو بياخد طار جريمة بيلدر يعني صور كتير جميلة و جيدة جريمة يعني كان من الصعب جدا أو بشكل هائل لحنا بالنسبة لإلنا فوروس إنه لحنا ندرك العواقب طبعا طبعا هي العواقب يعني يدرك يعني في وقتها وبهذاك الوقت كان من الصعب لحنا نعمل هذا الشي هذين عنا ياسو يعني حقا مثلا يعني مثل أنه حدا عم يقلي أنه مثلا أحمد معم يرد على تليفونه ومعنا بقول أنه عن جد هل أنتوا حاولتوا أنكم تتصلوا برقم تليفونه أو بتليفونه هارني في شرك ترينغ هانس موبيل هذين عنا كيل يانج أو شي يانج يعني جماعة شباب أو جماعة بنات مثلا يعني هو أنه بيقضي الوقت أكتر شي مع أصدقاء من جماعة الشباب فرون كيل يانج وهلا عنا كراسليج يعني مثل مثلا أنه مريض قليلا مثلا هون بليف بلوتس ليت كراسليج أو كيك تل سانس يعني هي أصبحت بشكل مفاجئ بلوتس ليت كراسليج إنه مريضة شوي إنه دايخة أو كيك تل سانس وهي راحة لاتخط بعدين عنا بابلا يعني إنه يثرثر مثلا يعني بينما أنا انتظرت البص ثرثر بابلا دي بالماضي زميلي من كوليقة بشكل إنه من دون سيطرة و كنتروليرات عن رب عملنا أوكي كتير تمام هلأ وصلنا لفقرة الثانية اليوم اللي هي فقرة الجمال الجديدة لحنا نتعلم جمل للمحادثة أول جملة اليوم هي يعني إنه بحكم كل شي مثلا يعني بحكم كل شي فلح سوف يتم منع التدخين يوما من الأيام إنه بحكم كل شي لحنا اللي عم نشوفه أكيد لحيتم منع التدخين بيوم الأيام بعدين عنا يعني بنفسه الوقت و بنفس المرة مثلا هن بليف glad أوك خوكد بو ساما جونج يعني هي أصبحت بليف glad سعيدة أوك خوكد ونمصدومة بو ساما جونج بنفس الوقت اي خوالف اختلافات معينة أصي ملا ما بيننا أو بين بعضنا البعض بعدين عنا خوامت أصيدو يعني المزح جانبا مثلا خوامت أصيدو سو واردن أصيدو سو واردن يعني أنو بدون المزح أو المزح جانبا سو واردن فهي كانت أصيدو سيارة رائعة فر من ديل يعني من جهتي مثلا يعني أنا بدي أعرف من جهتي فر من ديل بدي أعرف لش أنت ما أجيت للحفلة وارفر دو إنت كم في فسن يعني بقدر ما أنا بعرف مثلا يعني بقدر ما أنا أعرف فهن خارج البلاد أو برات البلد سو أردن أو بديم الدني يعني أنا أفطرد أنه مثلا يعني انو يعني أنو يعني انو يعني انو يعني أنو تماما الساعة 5 ساعة 5 سوما أجonom سوما أراد يعني كما أنا أرها الأمر مثلا «Som jag ser det, så har han helt rätt» يعني كما أنا أرى الأمر فا هو عنده حقامل så har han helt rätt «Utan tvivel», يعني بدون شك «Det kommer finnas några problem utan tvivel» يعني انه سوف يجد هناك عدد مشاكل بدون شك utan tvivel «Ut över det», يعني على و على ذلك مثلا يعني أنا ليس لدي أي شيء اللي حتى نضيفه «Ut över det», يعني على الشيء اللي أنا حكيته يعني أنا ما أريد أضيف شيء زيادة عن الشيء اللي حكيته «Apropos», يعني على ذكر مثلا «Apropos det», سكولة يغفل يفروغ داي «on problemet», يعني على ذكر هذا الشيء «Apropos det», فأنا أود أني اسألك عن المشكلة سكولة يغفل يفروغ داي «on problemet» الجملة اللي بعدها يعني أن يكون مثلا مثلا يعني هو يظن أن قيادة السيارة يعني أن يكون مثلا يعني أنه يفكر أنه ولسواء هي مثل كأنه لعبة كمبيوتر لحنا هيك أصدنا بعدها لعنا يعني أنه سوف نفعل ذلك مثلا يعني أنا أعتقد أنه السيارة الحمراء هي أنه أحلى أو أنه أجمل يعني أنه لحنا لح نفعل ذلك لحنا لحنا أخذها لهذه السيارة هي محرفية أنه لحنا إنه لحنا لحنا سوق عليها لحنا هون أصدنا أنه لحنا لحنا أخذها تماماً مثل ما لحنا نقول بالعامية أنه خلينا نمشي على هذا الشيء أوكي لحنا الوقت لحثنا نتكلم للسودية بفقرة تكلم للسودية لحنا نتعلم كيف نحكي اللغة العامية لحنا نشوف مثل المحادثة بين شخصين هني أصدقاء لح يلتقوا هلأ وبعد ما نشوف المحادثة هنا شو رح يحكوا لح نرجع لحنا ونحكي هاي المحادثة أنتو بتاخدوا دور الشخص الأول أنا باخد دور الشخص الثاني بس لأخينا نشوف كيف هني لح يحكوا هاي المحادثة يعني ولكن ما هذا يعني أنه شو هذا يعني أنه يلهم الشيء جيد وأنه شفتك وهلأ رفي أبد علي هاي دو هور هرد فارت مدأي إنو مرحبا أنت كيفك كيف كانت الأمور معك هور هرد فارت مدأي يقول براما معي يعني الأمور هي جيدة معي وياردو إيهاليان انت شو بتعمل بأطلة نهاية الأسبوع أو شو لح تعمل بأطلة نهاية الأسبوع أنا عندي تسكرتين يا هورد فو بليتر وأنا فكرت أني روح دراطل يعني أنه يذهب تلبيو يعني للسينما أكتب ونوغو ترول إتو أنه تفرج على شي ممتع هل بدك أنه أنت تلحقني أو في فوليا ميد أنه تجي معي ومهلا هون بيقلو أوي ما نردو دنهار هاليا أنه هل أنت أصدك هاي النهاية الأسبوع اللي جاي يغ هار ان يوب انترفيو أنش سو سكولي يا يارنا في فوليا ميد أنا عندي متل يوب انترفيو عندي مقابلة عمل يعني لو لا هادا أنش فأنا كنت بسرور يارنا الحقتك أو جيت معك في فوليا ميد هورا فبرا عدو هار ان يوب انترفيو ني يغ مينا ده نسته هالي مهلا هو برد علي ده أرد برفكت يعني إذن هادا الشي ممتاز ده بسر مي هادا الشي بناسبني هاردو بلانيرات فيلكن فيلكن فيس كاسية هل انت قررت أو خططت شو الفيلم اللي احنا لحن نشوفه ومهلا هون بيقلو نيا يا تنك تفروغ داي فوشت يعني أنا فكرت اني اسألك أول نيا يعني مثل انه اي ولا مانو متأكد مان في كومر ساكرت هيتا نوغم برا فيلم ولكن لحنا بالتأكيد لحن نلاقي أي فيلم منيح نوغم برا فيلم هلار فيو برد علي يوغ برد علي انت كوميس كفيلمر لانجري يعني أنا ما بتحمل وما إلي خلق لأفلام الكوميدية بعد هلأ لانجري سنالا هيتا نوغم رولي اكشن فيلم يعني انه سنالا رجاء نلاقي شي موفي او شي فيلم اكشن ومهو هلا برد علي يوغ هولر انتمياد يعني أنا ما بوافق الرأي يوغ تيتر هيلست بو نوغم رولي تفرط سكرتا يعني اني أنا لح أطلع أو بفضل اني اطلع أو اني اتفراج يوغ تيتر هيلست على شي في نوغم بضحك روليت أو ممتع لا حتى أنا أضحك فرات سكرتا ومهور فيه بيقلو كان في انت موتاس هالفاقز وكتيتر هيلست ونوغم آنان فيلم يعني لحنا ما فينا نلتقي بمنتصف الطريق موتاس هالفاقز هالفاقز يعني منتصف الطريق وانو تيتر هيلست نتفراج على نوغم آنان فيلم اي فيلم تاني ومهور هون بيقلو ده كان في يورا اكسو يعني لحنا كمان فينا نعمل هادا الشي رينج ماي إذا كان اتصل في هادا الاسبوع إذا كان لحتى لحنا نحدد وقت سؤاد في بستمر تيد في سياس لح نشوف بعض يتكول يعني شيء رائع جدا يتكول سوف اتصل بك هذا الاسبوع إذا كان لح نشوف بعضنا وهلأ صار روقت لحتى نحكي مع بعضنا البعض هلأ انتو لح تاخدوا الدور الأول وانا الدور الثاني فهلأ بلشوا بأول جملة وحكوها مباشرة هلأ بلشوا بأول جملة وحكوها مباشرة هلأ بلشوا بأول جملة وحكوها مباشرة هلأ بلشوا بأول جملة وحكوها مباشرة أنا أتكلم تكلم السابق عملي غالب شخص Då är det perfekt. Det passar mig. Har du planerat vilken film vi ska se? Jag pallar inte komiska filmer längre. Snälla, hitta någon rolig actionfilm. Kan vi inte mötas halvvägs och titta på någon annan film? Jag har en ny dag. Jörg Ringerday Eva Kahn. Vi hörs. حسنا الوقت لحتى ننتقل لفقرة السويد والسويدية ونحكي شوي عن السويدية موضوع اليوم هو العامية اللغة العامية للسويدية ونقرأ فقرتين مثل العادة هي أول فقرة اللي حتكون هون على يمين الشاشة وعلى يسار الشاشة كل فقرة اللي حكون فيها كلت كلمات أنا منقلكون يهون من قلب الفقرات وحاططلكون يهون هون مع الترجمة اللي أنا كتفكرونه شوي كلمات صعبة عليكم هرش كمان لا رشاي سفانسكا اوتا فور سكولا وملاحظتون أن أتمنى أن تتحدث مع الظلم أثنان لهم كلمات أثنان منهم ت accidentًا يصبح نأن يخوى م сколько العديد منهم فوق أن تتحدث مع الظلم أثنان آخرين تتحدث في عملياً أثنان أتمنى أن تتحدث مع الظلمة يحتاج إلى مقالة أطرة للاحظتون حسنا من أن تضم لم تعدد من أطر لتسلمة آخرى أتمنى أن تتحدث مع الظلم من أطر تغيير في الظلمة يمين ين تتحدث من يظلم في المقبط och det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att tala det eftersom det finns vissa ord och uttryck som bara passar i vardagliga situationer och det går inte att låta formellt hela tiden när man pratar fort och spontant eller med vänner och familjen därför måste man försöka lära sig talspråket men först måste man våga stava fel, prata långsamt och vara tålmodig لذلك يجب أن يتحدث فرغة أن المان كان برعطة إتن أوبيهول حسناً، تمام، هلأ هالوقات حتى نرجع للنص ونترجمه بسرعة للغة العربية كيف يكون الواحد يتعلم السويدية برات المدرسة وأنه يستطيع أن يتحدث مع الآخرين ميد آندرة بدون ما أنه يبدو رسمي على اللغة فورمالة، أنه يطلع صوته رسمي اللغة هي أكثر بكتير من مجرد كلمات ومجرد جمل وحتى نحن نقدر نتواصل مع الناس الثانين بشكل جيد أو بشكل فعال فما بيكفي أنه الواحد بس يروح المدرسة أو ما بيكفي المدرسة لحاله هناك الواحد بالعادة بيركز على اللغة الرسمية بدلاً من اللغة الكلام وإنما الواحد لازم أنه هو يتجرى يحكي لحتى يقدر يعلم حاله كلمات جديدة اللي هي لحتى تساعده صم يالبر ان ان هون هي جاي طبعا مفعول به موجاي ارتكل لسبسانطيف أو اسم حتى يقدر هذا الشخص أنه يتكلم أحسن مع الناس الثانين ميد آندرة الفقرة الثانية اللغة هي ممكن إما أن تكون رسمية أو غير رسمية وأفضل طريقة لحتى الواحد يعلم حاله لغة جديدة هي أنه يحكي هاي اللغة أفضل شام لأنه يوجد كلمات معينة فيسا أورد وإوتريك يعني كمان أمثلة اللي هي بس بتزبط أو بتناسب المواقف اليومية وما بيصير أنه يكون طول الوقت كأنه بيبدو أنه هو رسمي وده يقول أنت أتلوطة فورميلت طول الوقت هي لطيدا لما الواحد يبحكي بسرعة أو بشكل تلقائي أو شكل عفوي عفوي أو مع العائلة والأصدقاء لهذا الشيء لذلك لذلك يجب الواحد أنه يحاول يعلم حاله لغة التكلم ولكن أولا فلازم الواحد يتجرى أنه يلفظ خطأ يحكي بشكل بطيء وأنه يكون صبور وكفارة طول موديك لأنه هي مجرد مسألة وقت فورميلت طول الوقت مجرد مسألة وقت أبل ما الواحد يستطيع يحكي من دون أنه ما يوقف إنه مجرد طول الوقت الآن ننتقل على فقرة جواب السودية ننتقل على السؤال هل مرة جاينا معد الرحمن بيقول أنه شو الفرق بين هلر أو هلر شو هدول الكلمتين نرى ثلاث كلمات ليس فقط كلمتين لأنه في غيرهم هلر هي بتعني أنه أيضا بس نستخدمها مع التنكير مثلا أحمد بيجي بيقول لعلي يعني أنا ما فيني أتكلم الإسبانية ومعلي بيقول الأحمد برد عليه أنه أنه إنت يوغ هلر أنه ولا أنا كمان فشايفين بلغة عمية أسهل إذا لح ترجمناها أنه إنت يوغ هلر أنه ولا حتى أنا بعرف أني أحكي إسباني فتذكروا هاي كانت هلر اللي منجي إلى هلر يلي هي بتعني بالأحرى أو على الأصح مثلا يعني أنه المراهقين هنه عم يدردشوا على الموبايلات بدل من أنه هنه عم يلتقوا بس هون هي مجايب بدلا من استلة فر كنا حطينا استلة فر هلر إنه هنه عم يعملوا هذا الخيار هنه اللي عم يعملوا الخيار إنه هنه يعملوا الدادشة هذا الشيء الأصح هذا الشيء بالأحرى إنه عم يعملوا بفضلوا أما هلحنا عنا هلست هي الكلمة الثالثة هلست هي مثل الحالة القصوى من هلر وهي بتعني أنه بالتفضيلة وأنا أني بفضل هذا الشيء ونحنا منحطها بعد الفعل مباشرة مثلا يعني أني أنا بفضل أني أشرب مي هلأ فضل أني هي كلها مذرة كلمة هلست أنا بشرب مي أنا بفضل أني أشرب مي لأنه أنا ما بحب كتير كولا شكرا شكرا كتير على مشاهدة حلقتاني على قناة المعرفة العربية تعلم السويدية كما معكم خالد فيكن تشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو أو بالضغط على منتصف الشاشة لا تنسوا تتحقوا من قناة المعرفة العربية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لكلمات يومية فيكن تضغطوا على يسار الشاشة للدرس اللي قبل هذا يمين الشاشة لدرس عشوائي ترجمة نانسي قنقر